ما في ناس وانا خارج وانا جايد دلوقتي والناس زي كلها في ناس ملفوفة في بطاطين ومرمية في الشارع طيب الله دول الناس دولة الله وشباب وأصحاء ممكن يشتغل أو يملك أي حاجة طب ما تقوم تشتغل أي حاجة يعني قوم ما فيش فايدة فالإنسان الكسول ده ما تزعليش عليه قوي ده طبيعته كده لكن الشخص اللي فيه رمأ اللي فيه رمأ فيه حل لا لأنه هيواجه وهيدور على حقه إحنا في زمن المسخ حقيقي إحنا في زمن المسخ أنا لو حضرتك بتتابع الحالة السينمائية أنا بشوف إنه فيه لغة سينمائية لغة حوار عجيبة جدا لغة أقرب للغة الشارع اللي مش كويس كمان وبقى فيه أغاني مهرجانات يعني أنا أذكر دلوقتي إن مثلا فيلم زي النوم في العسل فيلم في منطاع الجراءة أتحدى حد يلاقي لفظ واحد فيه ممكن يتمسك هل إحنا فعلا بقينا في زمن المسخ؟ لا إحنا إحنا في زمن رديق وبعدين لغياب القانون برضو هرجع وأقولي معانا المشهد ده على فكرة يعني هنزيوز آه يعني الزمن الرديق ده إني أي حد بيغني يعني أي حد ممكن أنا يعني كنت عاوز أخلي الحوار ما فيش فيه حاجة تكون تأذي المشاعر أنا أقولك حال البلد تغير إزاي؟ أنا لما بمشي في الشارع وأبراكب ومروح البيت ولاقي ناس بمنتهى الجرأة كده وقفة تتبول في الشارع مثلا ده كويس؟ إيه ده ما كانش موجود ده كان فيه ناس يعني يعني تتحافظ على البلد وتخاف عليها؟ والقمامة المتركمة دي ما إحنا اللي بنرميها هي ما بتجيش لوحدها يعني ده وإيه يعني عيب ونقول عيب والرجل لا حركات أقل بلا المسألة دي بقى تتم ببساطة شديدة جدا انهيار انهيار حقيقي ده كويس؟ وبعدين عيال يطلعهم يتكلموا بالقبح وبالسفة اللغة واللغة الملحطة ده كويس؟ وبعدين أجأ يقول ده فن؟ لا 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 لو فن ولا أحك الفن رقي طيب الفن خطب أحسيس ده أكيد طبعا